بلال مظهر يا كريم بلال مظهر بلال مظهر سيزن الحالي في الوقت ده هو بيلعب في فريق باناثانايكوس تحت 21 سنة اللي بيلعب في الشامبينز ليج للشباب عشان الناس تبقى عارفة فيه الشامبينز ليج للكبار فيه مقابل لها نسخة بكل فريق بيشترك فيه فريق من الشباب مين هدف دوري أبطال أوروبا للشباب مظهر عبد الرحمن بلال مظهر عبد الرحمن اللي هو والده كابتو مظهر عبد الرحمن اللي في نادي المصر ونادي موناكو سابقا هو هداف البطولة بتسع أهداف سجلهم في كم مطش بقى كريم كم مطش؟ في ثلاث مطشوت تسع أهداف في ثلاث مطشوت في دوري أبطال أوروبا محدش يقول منافسة ضعيفة ولا بيلعب في دوري ضعيف ولا فيها سنية ضعيفة تسع أهداف في ثلاث مبارئة ده عنده كم سنة؟ 2003 20 سنة ده بكرا يلعب منتخب مصر الأول عادي مليون في المية ده مش محتاجين لسه حتى بلعب منتخبات شباب خالص خالص صح كده؟ يرعى بس التعامل أحيانا لأن زي ما قولنا اللعيب اللي بيلعب مع جنسيتين بيبقى عنده دايما الأزمة دي إنه عنده أوفر أو عنده أوبشن إنه يلعب في نادي تاني يلعب في دولة تانية يلعب باسم دولة تانية فالمعاملة بس الناس تحاول إن هي وبيلعب مع فرقة الشباب طبعا لعب 45 مباراة مع بن سنايكوس في العمارة المختلفة بس أجد سنة وقت 30 صنع 6 يعني شارك في 43 أهدف يعني تقريبا معدل هدف في كل مباراة رقم مبهر رقم مبهر مع الناش العيبة بتعمل الأرقام دي مستحيل رقم مبهر وتسع أهداف في ثلاث مباراة طب مش ده جي مع منتخب الشباب تقريبا؟ جي مرة وحصلت أزمة خلاف مع المدير الفني إنه أنا لعيب بجاي من نادي بلعب عندي بولية ثقة لولية اسمي ولية وجودي ومدير الفني ما أشركوش ما أشركوش من الأساس هو طبعا من حق مدير الفني يامل طبعا بس بالتفاهم وبطريقة لطيفة وده ليه حاوله التعام والما قلناش لمدير الفني ده غير أصلا هو ليه لعب زي ده أصلا ما لعبش أساسي مع دي برضه وليه ما يشتركش حتى ده كانت مباراة ودية في التوقيت اللي حصل في الأزمة ده كانت مباراة ودية ليه لعيب ده ده ما ياخدش فرص وبعدين اللعيب المصريين اللي أنا بجمعهم طول الوقت من الفئات السنية دي هم قدامي طول الوقت هقدر استدعيهم اللي هم موجودين في الكرة المصرية هنعرفهم موجودين داخل الدور المصري لا وأقدر في تجمعات تانية أقدر أجيبهم اللعيب اللي بجيبه من نادي تاني مش في كل مرة هقدر أجيبه ده اللعب ده لازم المعسكر اللي جاي المنتخب الأولي يبقى موجود أتمنى أتمنى يعني عارف اللي هو وأنا دايما يا كريم أنا طموحاتي قليلة يجي معسكر المنتخب الأوليمي بس الأول عفوا في التعبيد يعني بس لو استطلتم المنتخب الأول تمام خلاص عشان بس حتى كمان تحجيزهم طبعا يعني عشان ما أنت واكد ودي نقطة لنا كنت مأجلها لنهاية الكلام يا كريم أنه الاستدعاء للمنتخب الأول وأنا عارف وأثق جيدا في روي فيتوريا أثق جدا في روي فيتوريا روي فيتوريا خلال الفترة اللي جاية هنشوف لعبين سواء صغار السن من المنتخبات أو اللعيبة اللي احنا بنتكلم عليها دي هنشوفهم مع المنتخب الأول يقينة الفترة اللي جاية تسمح بالمناسبة مش بس عشان سيكتك أو يعني سيكتك دي مبنية مبنية أن روي فيتوريا أصلا من المدربين اللي اشتغل مع كل الفرق اللي اشتغل معها وبيحب اللعبين الشباب وبيصعد لعبين كتير وهو نفسه في حواراته الصحفية والإعلامية مش في مصر في كل حتة في العالم كان يتحدث على أنه بيحب يعتمد على اللعبين الشباب فهو من الناس اللي هتبص على اللعبين ينفع إذا وقيد لك سبب كمان روي فيتوريا عنده مشكلة في كواليتي بعض اللعبين في بعض المراكز مش عقبه حد فهيبتدي يناقب عن الكواليتي اللي عايزها العيد متأسس بشكل مختلف في مكان آخر عشان كنا بقول لك أثق تماما أن روي فيتوريا خلال الفترة القادمة هتشوف لعب واثنين من دول موجودين مع روي فيتوريا واتمنى أن احنا نسرع في ضم هؤلاء اللعبين اللي ما عندهش أوراق مصرية يبقى عنده أوراق مصرية ويبقوا موجودين خلال الفترة جاي ناخد لعب كمان نخش على التشكيل